السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل صندوق طيبين وإن شاء الله هذا العيد سيكون آخر أسوأ عيد على ليبيا وعلى تاريخها نوجه كلمة لسيد سيد فيس زراش بخصوص اجتماعها يوم 22 أغسطس 2017 مع القادة العسكريين وخلال اجتماعها قال لهم أن أبشركم برفع حضر السلاح قريبا على ليبيا سيد فيس إذا تعرف هذه بشارة شر يعني نحن جبناك أو جبتك لأمم المتحدة أو المشارف ما الذي جابك بيش تساعد الشعب الليبي يبني نفسه مش تساعد السعب الليبي بيش يدمر نفسه موساد نحن دمار مو كفينا السلاح المنتشر في كل مكان لخليت مكان لأنت لسيد خليفة حفظة ما مشيتوله في الدنيا هذا كله بيش تلموه سلاح وتلموه تعترافات وتلموه وتلموه دعم وكذلك أنت سيد خليفة حفظة يعني طلعت ثلاث سنوات فاته وقلت كرامة كرامة وقلت حرب ضد الأخوان واليوم تطلع تقول أخوان معتدلين وأخوان مش معتدلين شنصار في الخمسة عشر ألف راجل يماتوا في برقة شنصار في القبور اللي فتحتهم شنصار في الأرامل وفي الأمهات يشرتهم الآن تقول في واحد معتدل والآخر مش معتدل بل كيبكرة جينا وتقول أني جيبنا نفس الشي دواعش وتقول أنهم لا أظم دواعش معتدلين يا سيد فيز سراج ويا سيد خليفة حفظة بدين ما تلفوا على الدنيا ومشين من مكان لمكان مروا على مناطق ليبيا أمشي يا سيد فيز سراج يمشي السبهة ومشي الدرنة ومشي البنغازي ومشي السوق الحوت ومشي الصابري يعني وين ماشي بيكم الدنيا من أجل هذا وقفنا نحن وقلنا لازم نطلع يوم خمسة وعشرين باش نوقفوا الناس لكيفكم ضاقت بيكم البلاد وضاقت بيكم قلوبنا ومعش عند كم مكان فيها البلاد فياختي يا شباب طرابلش يا شباب ليبيا الناس هضوما مدينكم في داهية الناس هضوما بيفتحوا في كل اليوم بيفتحوا لكم مقابر أنا أقول لك شيء سيد خليفة حفظة وسيد فيز سراج لو تقدموا أنفسكم من الثنتين للاثنين في انتخابات ومشروعكم هو بناء المقابر وخراب ليبيا وفلاس البنوك أنا أول واحد هنصوط لكم عارف ليش لكنكم أتبتوا أن هذه هي قوتكم أتبتوا أنكم أنتم عندكم كل الجدارة في الشي هذا يا سيد خليفة هفتر كلفت المنطقة الشرقية 20 مليار سحبت من بنوكهم 20 مليار سحبت من بنوكهم حتى سببت الأزمة المالية في ليبيا جوّعت المواطن والآن يجي تقول لي إخوان محتدل وإخوان مش محتدل وبكرة تقول جيني تقول لي داعشي محتدل وداعشي مش محتدل يعني تضحقوا عن ناس وتضحقوا عن أنفسكم ولا كيفية ما فهمناش نحن فلذلك ننصحكم من كل قلبي أطلعوا الآن قبل ما يطلع كم الشعب لكن الشعب مش هتطلع كم عشرين الشعب هتطلع كم في توابيت كم فأطلعوا الآن واعتدروا بلكي الخمساشين ألف هضومة اللي ماتوا في برقة وبلكي النساء اللي سبن عن مصارف وبلكي الناس اللي جاءوا هضومة كل من يسام حكم كل سنة هضوم طيبين ولن نموعد يوم خمسة وعشرين السلام عليكم ورحمة الله شكرا